السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الميتغرام من السمسم تعطينا 66% من حاجة جسمنا اليومية من فيتامين B1 وتسعة عشر بالمية من فيتامين B2 وثمانية وعشرين بالمية من حاجة جسمنا اليومية من B3 وستة وأربعين بالمية من حاجة جسمنا من فيتامين B6 أربعة وعشرين بالمية من حاجة جسمنا من الفوليت ثنين بالمية من فيتامين E وخمسة بالمية من الكولين بالنسبة للمعادن عالي في الكالسيوم الميتغرام بعطونا 75% من حاجة جسمنا اليومية 81% من الحديد 84% من حاجة جسمنا اليومية من المغنيزيوم 50% من حاجة جسمنا من الفيسفور 16% من حاجة جسمنا من البوتاسيوم 71% من حاجة جسمنا من الزنك طبعا غني جدا بمضادات الأكسلات وفيه مادتين مهمات جدا واللي بيساعدوا أعضاء الجسم والحماية من بعض السلطانات المذكوة مركب اسمه سيسمولين ومركب اسمه سيسمين وهذولا مش موجودات في أي مادة غذائية أخرى بس في السيمسون واللي حاب يعرف حاجة الجسم اليومية من المعادن والبيتامينات هذا الفيديو موجود في القناة للإخوة والأخوات اللي بيحسبوا السعرات الحرارية في 570 إلى 573 في كل ميتغرام مؤشر غلايسيمي منخفض 35 الألياف اللي فيه لأنه هيك مفيد جدا لجهازنا الحضمي ومفيد للجسم فيه 13 غرام ألياف في كل ميتغرام ممتاز جدا سكر قليل جدا أقل من غرام يعني 18 غرام بروتين 50 غرام دهول طيب هل له أضرار؟ أنا شاهدت في الإنترنت أكثر من 10 فيديوهات عن السيمسم ما حدش ذكره الأضرار ما فيش يعني السيمسم هذا ما عندوش أضرار بالمرة ولا لازم أنه نحفر منه ونتناوله بكميات قليلة ومعقولة وخاصة زيت السيمسم وهسا بدنا نعرف ليش وسؤال ثاني هل يحسن ضغط الدم؟ يعني كل الفيديوهات اللي شفتها أول فائدة من فوائد زيت السيمسم أنه يحسن ضغط الدم فبدنا نشوف الموضوع هذا مع بعض والحكم إلكو بعد من نشوف شو المكونات اللي فيه رح تعرف أنت أنه هل يصلح ونكثر منه ونشرب زيت كثير ونستخدمه في الطرق ولا لا كل 100 غرام سيمسم فيهم 24 غرام من هذه المادة اللي انتوا شايفينها شو هي هذه المادة؟ اللي هي الدهون الثلاثية الفاتي أسد الدهون الثلاثية 24 غرام تقريبا نصف كمية اللي موجودة في السيمسم هي عبارة عن دهون غير مشبعة من الدهون اللي إحنا بتضرنا وهينا ماشيين ومستمرين إن شاء الله إني أشرح منها الأوميغا 6 عالي جداً بالأوميغا 6 وأنا ما بقوله أن الأوميغا 6 مضر لا مش مضر جسمنا بحتاجه بس لازم يكون فيه نسبة وتناسب ما بين الأوميغا 6 والأوميغا 3 فهذا عالي عالي في الأوميغا 6 وشرحنا قبل هيك عن الدهون بالتفصيل الدهون الأحادية، الدهون المشبعة، الدهون الثلاثية مشروحة في فيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب طبعاً الدهون المشبعة موجودة في اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم، البيض، الزيوت الاستوائية مثل جوز الهند والنخيل الدهون الأحادية موجودة في الزيتون وزيته الفول السوداني، الأفوكادو، المكسرات، اللوز والبندق، بذور القرع، وأيضاً موجودة في بذور السلسل نشوف نسبة الدهون اللي موجودة في السلسل من الدهون المشبعة الممتازة اللي ممتازة لجسمنا فيه سبعة غرام من المونوستريتد اللي هي اللحادية فيه تسعة عشر غرام أغلبها كويس، ممتاز يعني لكن من دهون الينونيك أسد هاي البولي أنساتريتد فيه 24 غرام تقريباً أربع أضعاف الدهون المشبعة هاي الدهون وين موجودة؟ الدهون اللي هي غير مستقرة وغير مشبعة في بذور عين الشمس، بذور الذرة، فول الصوية، زيت الكنولة وموجودة في السلسل يعني موجودة في الزيوت النباتية وإحنا بنقول الزيوت النباتية هاي اللي جبت لنا البلد فلازم ندير بالنا وحتى لما نستخدمه للطبخ يعني أنا شفت أنا عايش في جنوب شرق آسيا فترة طويلة لما بطبخوا الصينيين، اليابانيين، الأندوليسيين، الماليزيين، الفيتناميين، الكوريين، تايلند، الفلبين من زيت السمسم ملعقة أو ملعقتين فقط على كل الطبخة في ناس بتطبخ فيه بكميات كبيرة لا ما بينفع لأنه هذا أغلبه دهون غير مشبعة دهون غير مشبعة والفيديوهات اللي شفتها كلهم بيقولك ممتاز لصحة القلب ممتاز مش عارف إيش، ممتاز للضغط لأنه فيه نسبة عالية من إيش؟ من الدهون الثلاثية الغير مشبعة هذا ما بينفع الكلام مهل غير مشبعة هاي ما احنا مبليين فيها من ستين سنة من يوم ما طلعها أنس الكيز هذا والناس قلبت من الدهون الحيوانية إلى الدهون النباتية فندير بالنا من زيت السمسم وما نكثر منه وكل شيء باعتدال بيكون ممتاز اللي عنده حساسية السمسم لما يتناول سمسم يشوف أي تغيير في جسمه فيمتنع عن تناوله وتراجع الطبيب ليه؟ لأنه هذا ممكن يسبب لك يعني الحساسية هاي ممكن تجيك سيفير يعني قوية وتسبب لك شيء مشاكل في التنفس ومن هاي الأمور فدير بالك إذا عندك أي تغيير أي تغيير بعد تناول السمسم أو زيت السمسم توقف عن تناوله وتراجع طبيبك إذا بتشرب زيت السمسم أو بتتناول السمسم أو اللي كنا ناكلها زمان هاي اللي بنسميها السمسمية اللي هي عبارة عن سمسم وسكر بيصير عندك أي شيء في المعدة تلبك مغس غيره غيره يعني تتوقف وتراجع طبيبك أيضا ما ننسى إنه فيه الفايتك أسد الفايتك أسد هذا بمنع امتصاص المعادن اللي موجودة فيه ولا رح نذكرها لاحقا بمنع يعني بمنع الامتصاص فعشان إحنا نخلص من هاي المشكلة طريقة واحدة حمصه بس حمص السمسم قبل ما تتناول واللي بيسأل أو اللي رح يسأل عن السمسم الأسود مين أفضل السمسم الأسود ولا الأبيض أنا بقول لك الأسود بالنسبة لي بالمجهة نظري ليش لأنه أعلى بالدهون المشبعة المستقرة وأقل بالدهون الغير مشبعة الغير مستقرة وإن شاء الله رح نعمل فيديو عن المقارنة ما بين الاثنين ونشوف الفرق ما بين هذا وما بين هذا وبالنسبة لللي بيسأل أو اللي رح يسأل عن الفرق مين أفضل زيت الزيتون أم زيت السمسم أنا بالنسبة إلي زيت الزيتون وبرضو بعد ما نرفع فيديو الزيتون وزيته إن شاء الله رح نعمل مقارنة بين الاثنين إخواني وأخواتي مش السمسم بس اللي فيه فوائد علاجية كثيرة معظم الأطعمة الحقيقية اللي موجودة في هذا الكوكب أو على هذا الكوكب فيها بعض الخصائص العلاجية لكن يجب أن نتناولها بشكل معتدل إحنا ما بنعرف كل هاي الخصائص العلاجية عشان هيك البحوث مستمرة دائما ما بتوقف واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما فيه عليه ليبل هذا طعام حقيقي والسمسم ما عليه ليبل ولا يحتاج ليبل أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة يعني بقول تسعين في المية منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المية ولا تتناول إلا طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حبدة إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته